ياسين هذا خطب ليه دانا أخشى أن يروح فورا على سرطة الفرقان وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك اجعلنا لكل نبينا عدوا من المجرمين وكفى بربك هدين ونصير ولذلك التهجد الحقيقي يا حضرتك وأنا أنصح بمشاهدين ومتابعين وأنصح نفسي وإياكي كيفية استفادة قراءة القيام الليل تعملي بقى إزاي دينا بقى رجت شوف يا ست تبدأ القرآن طبعا الركعة قول إنك هتصال ركعتين مش هازا قول أربعة أو ستة طب مش أقلهم كم وأكثرهم كم ماشي لا معاك مفتوح إن شاء الله أصلي ميت ركعة أنت حرة بس ما يكونش على حساب العمل بالنهار وطلب العلم الإسلام متوازن وذكر ربنا معناه ركزوا معنا الناس اللي بتهتمل قوم الليلة إلا قليلة نصفه أو انقص منه قليلة أو زيد عليه على حسب وطاقتك فنعمل إيه نفتح المصحف ولا بأس من فتح المصحف في النفل لا مش في الفرد في الفرد في النفل أنت بقى بدت يا ست بسورة البقرة تمام قارت في الركعة الأولى ربع الركعة التانية إيه الربع اللي بعده تمام غدا الربع التالت في الركعة التالت وهكذا بالتسلسل لغاية ما تختم القرآن في الصلاة التالت اللهم لك الحمد يا ربا نوش تصحيح يبقى أنت جماعت إيه بقى قرأنا القرآن قرأنا القرآن قبل الفجر وفي نفس الوقت أحيينا التهجد بقراءة القرآن كله يعني حضرتك دكتورة مايرا إن شاء الله نفتع بالدكتورة قريب جنابك أنت ممكن هتختم القرآن في أربعة شهر نا هو شهر ما أنا بس إن شاء الله يعني وفي ناس يختموا في شهر نعم خدت بالك